بتفتاح اللجان الانتخابية الفرعية غداً أبوابها أمام الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب وذلك لاستقبال طلبات ترشحهم واستلام أوراقهم الخاصة بالعملية الانتخابية على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة من مساء الغد وذلك لمدة 12 يوماً على أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 18 و 19 أكتوبر و 14 محافظة في صباح الغد تنطلق ضربة البداية لانتخابات مجلس النواب بفتح باب الترشح لمدة 12 يوماً ليتم فتح صندوق الاقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات في بدء المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان التي تشمل 14 محافظة أبرزها الجيزة والإسكندرية يومي 17 و 18 من أكتوبر القادم للمصريين في الخارج و 18 و 19 من أكتوبر في الداخل وتجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي 26 و 27 من أكتوبر وداخل مصر يومي 27 و 28 من أكتوبر القادم الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات نص على أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستشمل 13 محافظة أبرزها العاصمة وستبدأ عملية الانتخاب خارج مصر يومي 21 و 22 من نوفمبر وداخل البلاد في 22 و 23 من الشهر نفسه بينما تجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي 30 من نوفمبر والأول من ديسمبر أما داخل البلاد فستجرى يومي الأول والثاني من ديسمبر وحول دعاية الانتخابية فقد حددت اللجنة بدايتها من 28 من سبتمبر وهو تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى ظهر السادس عشر من أكتوبر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاختراع كما حددت اللجنة العليا للانتخاب 500 ألف جنيه حد أقصى لدعاية المرشح بالنظام الفردي ومليوني ونصف المليون لقائمة الخمسة عشر عضوا وسبعة ملايين ونصف لقائمة الخمسة وأربعين عضو كما أكدت على حظر استغدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس اللجنة أعفت المرشحين الذين قبلت أوراقه من قبل من توقيع الكشف الطبي بينما أنزمت المرشحين الجدد بالكشف بالإضافة إلى بيان خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية وعد انطاعات المخدرات والمسكرات